تصلي معكم إذن مستمعين الكرام في هذه اللحظات نضمع للأستاذة مهى الشمري عشان نتكلم معها عن السياحة في المملكة العربية السعودية والاهتمام الإعلامي فيها أهلا وسهلا أستاذة مهى أسعد الله مساكم جميعا و أسعد الله مساكم المستمعين شكرا لكم للصرافة أهلا وسهلا أنت طبعا إعلامية و عندك تخصص في هذا الجانب بدي أسألك عن السياحة في المملكة والاهتمام الإعلامي فيها كيف شايفت الحديث عن السياحة السعودية علينا في البداية أنك ناور رئيس المملكة في الشيء الثلاثين قد بدأت الحركة السياحية تشهد جهود نوعية وتطورية من هذا الجانب ليس على يدينا إعلام سياحي كما نعرف حتى من خلال برامج ستمتاز المملكة بعدة خيارات سياحية للجبابة كل منها تنفرج من بصر سياحي مميزة على مطغة الأخرى فعندنا سياحة ريفية سياحة دينية ما ها أنت يبدو لي شاركتي في مسابقة أنت ومجموعة من زميلاتك وفزت فيها في مهرجان الملك عبدالعزيز يبدو لي أو دارة الملك عبدالعزيز ممكن تكلميني عن هذه كانت عن السياحة أيضا هي الجائزة التي عليها هي في متاحف ناوياتنا اللي طامتها هي السياحة طبعا للتعريف عن المتاحف والأثار الموجودة في المملكة إيش كانت مشاركتكم عبارة عن إيش؟ عن صورة أقبل صورة طبعا أخذت المركز الأول وزميلتي أخذت المركز الثاني ما شاء الله طبعا إحنا قعوب علاميات نتجه لجميع يعني عدة مناطق طبعا مع التنسيق مع الجهات الرسمية أيضا نظل لساية السياحة يسمى الاستضافة طبعا وما يدخلون علينا بأي معلومة طبعا ونتفاجع نصد من المملكة مليئة بالتاريخ والأثار والسياحة والمناطق العديدة طبعا نتمنى أن نكون وصلنا رسالة أو يكون أوصل صورة نالي عالمنا يا رب طيب هل تعتقدين أنه عندنا اليوم إحنا إعلام سياحي متخصص ولا إحنا مقصرين في هذا الجانب إعلام السياحي موجود لكن ما هو في الصورة البارزة هذا الشيء وش الصورة البارزة المفروض أن نسويها؟ المفروض يكون فيه مثل ما فيه مرشد سياحي يكون فيه إعلام سياحي يكون فيه ثورات تكتيفية لهم يكون معهم رخصة مثل رخصة الإرشاد السياحي كذا مثل ما وصل المرشد السياحي رسالة أتمنى أن يكون الإعلام دور في هذا الشيء طيب أي شيء الأدوات التي يحتاجها الإعلامي وهل موضوع مكلف بالنسبة لكم في تغطية الأماكن السياحية أو لا؟ لا بلعته مكلف يعني كاميرات الجوال أفتتني ونتمنى إن شاء الله نكون مني معدات أكثر لكي ننصر الهدف لدني اليوم كاميرات الجوال كافية لأن تقومين بتغطية ممتازة تعتقدين؟ أنا عشان أقوم بكاميرات الجوال عبر سناب شات ولا وين؟ أنا أغطي طبعاً في سناب شات ونزل في تويتر وأغطي في الإستجرام يعني أنت تعتقدين أنه اليوم ممكن يجيك جمهور وأنت تغطي مناطق سياحية داخلية مبلازم أنه أنت تطلعين بره مثلاً عشان يجونك الجمهور في سناب شات وفي خلافه؟ لا لازم أغطي في جميع يعني أكيد شلون يعني داخلي أنت تعتقدين أنه التغطية اللي تقومين فيها ما تكافين يتجيب جمهور؟ لا لا أكيد أنا يجيلي جمهور من داخلي يعني في الرياض وبرى الرياض وطبعاً أنا هنا متابعين ما شاء الله من جميع منحاء المملكة طبعاً زياراتي زرت منطقة حايل وزرت نماث وزرت رجال ألماء وزرت الحساء وآخر ما زرت محافظة أملج طبعاً هي اللي صار لها فادة كبير لأنه في ناس يقولون هل هي على خارطة هالي المكان اللي زرتين؟ هل هي موجودة هذي فعلها في السعودية؟ فمثل ما أنا كنت مصلومها في المحافظة أملج كثيراً في المحافظة أملج طبعاً ما لدي في السعودية يتمونها كان لها صادة كبير صراحة ما شاء الله طيب إحنا يعني ودي أسألك عن إحنا كإعلاميين عندنا القنوات التقليدية هل أنت تشوفين أنه والله اليوم الإعلام التقليدي يحتاج إلى إلتعزيز أكبر من الإعلام الجديد أو أنه الإعلام الجديد يستطيع أن يصبح إعلاماً مستقلاً وأن الإعلام الجديد يستطيع أن يصبح إعلاماً مستقلاً عن كل المؤسسات الإعلامية التقليدية بلا شك الإعلام الجديد ينغط على الإعلام القديم الناس يعني هناك ما في مجالة أن تقدر عديل تلفزيون وتشوف أو تبحث عن برامج أقرب مالها يعني سناب شات وتويتر واستجرام أوكي أوكي طيب أنت تعتقدين أنه أنت ستكتفين في هذا مستقبلاً؟ هذا مصدر دخلك رح يكون؟ هو المعلومات ترى يعني أنا وزميلاتي نغطي بدون مبلغ مادي هذا تطوع مننا إي أنا عارف المعلومات أنا عارف لكن أنتم تطمحون أنه يكون في تواجد مستقبلاً إعلاني نطمح أنه يكون فريقنا يلقى النور ويلقى الدعم من جميع الجهات وشو فريقكم؟ ما صالفتين عنكم؟ فريقنا نحن نكون لأربع بنات هو فريق سعودية التراك طبعاً نغطي المناطق التاريخية والأثرية يعني قبل ما نكون يعني السياحة فننفذ من نلقى السياحة غطت على ما كانت تاريخية ولا أثرية ففريقنا نتكوم من الأستاذ النهد البليهي مهر ميح مضاوي الشاقي وفي هذه الحالة نكون غطينا إن شاء الله لو جزء بسيط للممنكة ونتمنى أنه فريقنا يشوي لقز النور بإذن الله كم عدد فريقكم؟ أربع أربع أشخاص أربع أشخاص أوكي الله يوفقكم وإن شاء الله بإذن الله تعالى تجدون ضالتكم فيما تبحثون عنه وأتمنى لك كل التوفيق الأستاذة مهى الشمري وأنتي إعلامية وضيفتنا أيضاً تكلمنا معك عن السياحة في المملكة وعن المناطق الأثرية شكراً جزيلاً لكم شكراً لكم شكراً لكم عبد شكراً لكم شكراً لكم